بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب نبدأ إن شاء الله مع بعض الجزء الرابع من الفصل الثاني لمقرر نظم التشغيل في المقرر دوة يا جماعة اتكلمنا في الشابطر الثاني في الفصل الثاني عن مكونات نظام التشغيل وخدنا مع بعض أهم المكونات بتاعته إحنا خدنا ثلاث مكونات لغد الوقت هما إيه؟ أيواه صحي كده برفو عليك البروزز مانجمنت إيه كمان من ميموري مانجمنت إيه كمان فايل مانجمنت تمام تعالوا إن شاء الله دلوقتي نكمل مع بعض Other Components of Operating System المكونات التانية لنظم التشغيل نشوف مع بعض كده نقول مع بعض Other Components of Operating System هنبدأ دلوقتي نستعرض مكونات أخرى من مكونات نظام التشغيل معايا؟ طيب بالإضافة للتلاتة اللي فاتهم هنبتدي نتكلم عن حاجة تمان إيه هي Input Output System Management إدارة إيه أنظمة الإدخال والإخراج يعني الرجل ده يعني ما سابش حاجة ماش كده؟ آه ما سابش حاجة مديرهاش من أول العمليات الزاكرة وإيه كمان يا جماعة؟ ها هيقول ملفات ودلوقتي الإيه؟ ال Input Output Input Output System Management إدارة الإدخال والإخراج جميل طيب نشوف مع بعض كده بيقولك إيه بيقولك ده بيوفر إيه كمان؟ بيوفر Buffer Caching System آه أنظمة تخزينية مؤقتة كده في عمليات الإدخال والإخراج عشان يساعد الداتة على الدخول للنظام وإيه؟ والخروج منه الرجل بيماهج للداتة آه Buffer Caching System للدخول والخروج من إيه من الحاسب وإيه كمان؟ General Device Driver Interface آه أنتوا عارفين يا جماعة أن لو أي جهاز بيتصل بالحاسب محتاج يتعرف مش كده؟ آه نظام التشغيل بيوفر كمان الحديث طبعا بيوفر تعريف مباشر تعريف على طول لأي جهاز يتصل بالحاسب وده هتلقاه في أنظمة التشغيل الحديثة معا يا جماعة؟ جميل وإيه كمان؟ Drivers for Specific Hardware Devices وكمان بيوفر تعريفات كده وإيه؟ ها؟ ودرايفرز في ليه جماعة؟ لبعض الهاردوير الخاصة للأجهزة الخاصة لو أنت عند الجهاز مش مرتبط بالحاسب مالوش إيه ها؟ مالوش تعريف بلاج أند بلاي ممكن يبقى معاه ها؟ درايفرز لإيه؟ لتعريفه هو بس جميل إذن الراجل دوت عمال يخدمين يا جماعة يخدم كمان لإدخال والإخراج وإذا ما اتفقنا مع بعض بيوفر Buffer Caching System General Device Drivers تعريف عام لأي جهاز وكمان تعريف خاصة لإيه؟ لهاردوير خاص جميل إيه كمان يا جماعة؟ كمان بإيه يعمل إيه؟ بيدير الزاكرة الثانوية آه يعني Second Restoration Management يدير ها؟ الزاكرة الثانوية طيب يعني إيه الزاكرة الثانوية يا جماعة؟ يعني إيه؟ يعني عندك الزاكرة اللي هي ننفلة طيب اللي هي مبطرش منها الزاكرة زي إيه؟ زي هاردوير ديسك زي ما اتفقنا قبل كده مش كده؟ آه معاي؟ بيدير إيه ها؟ بيدير التخزين عليها طيب ماشي يا جماعة؟ مع بعض كده بنقول إيه؟ ها؟ بيعمل إيه كمان؟ فريس بيس مانجمنت بيدير الأماكن اللي فاضية فيها؟ يعني يشوف إيه المكان اللي فاضي؟ ويبدأ ها؟ أيوا يبدأ يحط عيون عليه كده عشان إيه يحط فيه داتا بعد كده عليه؟ وإيه كمان؟ ويخصص عملية التخزين بتاعته؟ يعني يشوف الداتا ديت المكان الفاضي فين؟ ويبدأ يخصص عليها داتا وإيه كمان يا جماعة؟ وبيعمل ديسك سكده لنجدولة للدسك معاي؟ آه جدولة للدسك اللي هتخزي عن البيانات ديت يعني إيه كلمة الجدولة للدسك؟ يعني يا شباب أنا هحط نقط أو هحط points أو bits أرقامها مثلا واحد واثنين وثلاثة واحد دي تروح فين عالدسك واثنين دي تروح فين؟ والثلاثة دي تروح فين؟ معاي؟ دي معاناها الديسك سكدولينج وبأي طريقة وبأي كيفية طبعا إن شاء الله بنهاية المقرر هتعرف إيه هي الجدولة بتاعت الدسك ولغرتمية الجدولة تمام؟ جميل طبعا بعد كده يا جماعة إيه كمان بيعملوا؟ بيدعم نظام الشبكات networking support شوف ما بيسمي يا جماعة الرجل دوت مدير جيد مدير جيد مش كده؟ بيدعم حتى كمان نظام الشبكات وإيه كمان يا جماعة؟ وبيعمل protection system نظام أمان وحماية يعني إيه نظام حماية؟ يعني بيحمي بيحمي الديات على الحاسب معاي؟ طب كده المعلومة العامة كده إيه أبسط نوع من أنواع الحماية أنت ممكن تشوفها على الحاسب أبسط نوع من أنواع الحماية هي إيه؟ صح؟ برفض عليك الباسورد ميش كده؟ بيتحلك أنك أنت تكتب باسورد في الأول في بداية الإيه؟ في بداية العمل بتاعك إيه كمان؟ ها؟ صحيح في بقى دلوقتي الفايروولز الجدران الحامية فايروولز الجدران الحامية مش كده؟ كل دي أحد أنواع الحماية وهو بيدعم نظم الحماية دي جميل وإيه كمان يا جماعة؟ وكماند انتربريتر ومترجم لمين للأوامر؟ أي أوامر ممكن يقدر يعملها ترجمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا